إذن وردنا هذا الخبر العاجل للتو من غرفة أخبار تن حيث أكد رئيس الوزراء الإثيوبي حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر نكرر هذا الخبر مرة أخرى رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد على التزام بلاده بتطوير العلاقات مع مصر من جهاته صرح وأكد وزير الخارجية المصرية سيد سامح شكري حرص مصر على تطوير أليات التعاون بين مصر وإثيوبيا وأيضا السودان هذا يأتي في إطار الاجتماع التساعي الذي يؤقد اليوم في العاصمة الإثيوبية أدس أبابا إلى سياق النشرة مرة أخرى حيث بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي منو المغو هاتفيا فقط تسوية سياسية الأزمة السورية وملف إيران النووي أعلن الكريملين في بيان له أن الرئيسين أجريا بمبادرة من الجانب الفرنسي محادثة هاتفية تبادلا فيها وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة السورية ألفت البيان إلى أنه تم خلال الاتصال تأكيد التزام روسيا وفرنسا بتنفيذ الاتفاق النووي الإيراني كما ناقشا كذلك التحضيرات لزيارة الرئيس الفرنسي المقررة إلى روسيا في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من الشهر الجاري اشتركوا في القناة